تغطية حية ومستمرة تأتيكم من موقع صدى البلد أهلا بكم القبض على ثلاثة متورطين جدد في حدث قتل جواهر جيبولاء والتحقيق معهم وإعادة المسروقات التفاصيل والاعترافات المثيرة والجديدة في واقعة مقتل الخواجع حسني سنعرضها الآن لحضراتكم في تغطيتنا خلال الساعات الماضية حدثت واقعة مقتل جواهر جيبولاء بطريقة مأسوية داخل محل من أجل سرقته على تعاطف الرأي العام بأكمله وطبعا ذلك بعدما قام أحد الزبائن بخداعه وطعنه مما تسبب في مقتله وقام بالسرقة دهب من المحل يقدر بملايين الجنيهات وطبعا أثرت هذه الوقعة حالة من الحزن عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وتفاعل عدد كبير جدا من رواد السوشيال ميديا معها وطبعا تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى منشورات بتطلب الدعاء بالرحمة إلى المجني عليه كما نعتت صفحات محلات الدهب والصاغة مقتل الخواجع حسني الخنجري وطلبت طبعا وزارة الداخلية بسرعة ضبط الجناه وتسلمهم للعدالة كما طبعا تم نشر صورة بيظهر خلالها ستة ملثمين وقيل أن هؤلاء هم الذين قاموا بواقعة السرقة والقتل وبالفعل تم تشكيل فريق بحث لتحديد وضبط تلك العناصر الإجرامية ورفع البصمات من مصرح الحادث وكذلك حصر المسروقات وفحص الكاميرات وسماع الشهود بالمنطقة وتم تحرير محضر بالفعل وقد نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة في أقل من 24 ساعة في حل اللغز وتم القبض على المتهم واقتئياته في حراسة أمنية مشددة إلى قسم الشرطة للتحقيق معه وكشفت تحريات مباحث القاهرة عن أن المتهم بقتل الجواهرجي حسني الخنجري هو شخص عاطل بيقيم في منطقة بولاء الدكرور بمحافظة الجيزة وأنه نفذ جريمة القتل ولاذ بالخرب للاختباء عند شقيقته في منطقة كرداسة بالجيزة ونفى مصدر أمني جملة وتفصيلا صحة ما تم نشره من أخبار خاطئة حول جريمة قتل الجواهرجي وقالت الداخلية في بيان لها أن الصورة التي انتشرت على أنها صورة الجنات تعود لحادث صرقة بمحل تجاري بأحدى الدول الأجنبية عام 2021 وأن ذلك يأتي في إطار نشر الشائعات والأكاذيب لإثارة البلبلة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيها كما أوضحت التحريات أن المتهم كان قد اختبأ بالفعل عند شريكه في ارتكاب الجريمة قبل تنفيذها وأنه عقب ضبط شريكه قد هذا أقر بالتفاصيل كاملة وكشف عن هوية المتهم ودل عليه وأشرت اتحريات إلى أن المتهم قام بسرق مشغولات ذهبية وهي 6 سبائج ذهبية و7 جنيهات ذهب و5 غويش وأربعة خواتم وأربع سلاسل وثلاثة أنسيالات ومبلغ مالي وأقر المتهم أنه أعطى طليقته جزء من المسروقات لبيعها وتم بيعها بالفعل بـ 20 ألف جنيه فتم ضبطها واستحبت الأجهزة الأمنية المتهمين الأربع وهم منفذ الجريمة وصديقه وشقيقته وطنيقته وقد أدل المتهم باعترافاته التفصيلية حول الواقع كما قام بتمثيل جريمته في حضور ممثل عن النيابة العامة ووسط حراسة أمنية مشددة وأدل باعترافاته حيث كشف تفاصيل اقتحامه لمحل المجن عليه أمام جهات التحقيق وقال إنه خطط بالفعل لارتكاب الجريمة وكان على علم بأنه نجل القصير واسمه مايكل ولا يتواجد داخل المحل مع والده ليلة الحادث وأوضح أنه قام بالدخول إلى المحل مرتين الأولى في الساعة الواحدة ظهرا والثانية في الساعة السابعة مساء وقال إنه دخل في الزيارة الأولى إلى المحل بحجة أنه يريد شراء ذهب وذلك من أجل معرفة كم شخص موجود في المحل وخرج بعدها مباشرة وفي المرة الثانية دخل المحل مثله كمثل أي زبون لكنه فوجي بوجود عامل فطلب من الجواهر شراء سبائك ذهبية بزعم استثمار أمواله في مجال الذهب وقام بالاتفاق معه على شراء عدد معين من السبائك وأعطى العامل مئة بنيه وطلب منه شراء علبة سجائر فوفق الخواجة على إرساله وبعدما خرج العامل طلب من الضحية أن يفرجها على الذهب وغفله بضرب على رأسه فقد على إثرها الوعي ثم قام بتعنه أربعة تعنات متفرقة بجسده ليلقى مصرعه في الحال وهو ما كشفت عنه الكاميرات وبتطوير المناقشة مع المتهم أقر بأنه أعطى طليقته جزء من المسرقات لبيعها وتم بيعها بالفعل بعشرين ألف جنيه لذلك تم ضبطها ومن جانبها قالت ابنة شقيقة جواهر جيبولاء أبو العلاء القاتل في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أنه لا يوجد صلة للمتهم وخالها الخواجح حسني وأنه قبل ارتكابه جريمته دخل محل خالها واتفق معه على استثمار أمواله في شراء سبائك الدهب منه وبالفعل تم الاتفاق على الصفقة وبعدها طلب منه أن العامل يذهب لشراء علبة سجائر له وذهب العامل لشرائها بالفعل لليعود ويجد خاله مقتولا داخل المحل وغارقا في دمائه وصرقت محتويات المحل كما كشفت عن حجم المسروقات من داخل محل خالها وقالت أن المسروقات كانت كميات كبيرة من استبائك الدهبية وأطقم وجنيهات ذهبية وخواتم وسلاسل ثمينة قدرت بملايين الجنيهات وهو ما كشفه البحث والمعينة كما كشف الحج محمد صديق الجواهرجي كوليس التعذي عليه وأتله داخل المحل الخاص دي وقال في تصريحاتي أنه سمع صوت المساعد اللي بيعمل مع المجني عليه وهو بيستغيث بالمرة في الشارع ليدخل عليه ويجده الخواجة حسني غارقا في بركة من الدماء ونوها أنه عندما دخل كان راحل في الرمق الأخير ليفارق الحياة في أقل من 40 ثانية وعندما سأل المساعد عما حدث أكد له أن أحد الزبائن كان يقف مع الخواجة في المحل لشراء مشغولات وسبائك ذهبية بمبلغ مالي مليون ومتين ألف جنيه وطلب منه أنه يقوم بشراء علب السجاير وخرج بالفعل ليقوم بتنفيذ ما طلبه الزبون إلى هنا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا لختام هذه التغطية أشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة وإلى اللقاء